موجز الأخبار المحلية مع مظهر حركة عشر الأوساط 14 خلسين آئين صباح الخير عزيزي المستمعين وأهلا وسهلا بكم رفضت أمس لجنة الاستئناف في مجلس الهجرة واللجوء الكندي تجديد الإقامة الدائمة لبلحسن ترابلسي وعائلته وأصدر المجلس قرارا بترحيلهم إلا أن ذلك لن يحصل في الوقت الراهن بسبب استمرار دراسة طلب آخر للجوء مقدم من العائلة إياها وكان ترابلسي قد وصل إلى موريال في شهر كانون الثاني جون فييه من العام 2011 بعيد بداية الانقلاب ضد نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي صهر الترابلسي حيث كان هذا الأخير يشكل أحد رموز الفساد في ذلك النظام حاول الرئيس الإسرائيلي شيمون بيراز الاختباء وراء الفلسفة والابتعاد عن المواقف السياسية متحدثا أمام الطاولة المستديرة حول التعليم والابتكار التي انعقدت بالأمس في قاعة الريدو هول في أوتوا قائلا بأن العلوم غيرت طريقة الحكم في العالم وبأن العلم لا يمكن غزبه ولا الدفاع عنه بواسطة الجيوش لأن قوة العصر هي العلم وليس السياسة واعتبر الرئيس الإسرائيلي أن على المقاربات حاليا اعتماد الحوار والإقناع مشيرا إلى ضرورة التغلب على النفس والعمل بحسن النية محذرا من عواقب العمل بعكس ذلك والتي قد تكون قنبلة نووية في أياد مجنونة قد تؤدي إلى كوارث إنسانية فيما بدأ أنه إشارة إلى برنامج إيران النووي رحب رئيس وزراء مقاطعة أنتيريو دالتون ماجونتي بإجراء الشرطة لتحقيق في شكوى تدعي قيام مدرسة إسلامية في تورونتو بتعليم طلابها كراهية اليهود كما يجري مجلس المدارس في المقاطعة مراجعة في هذا الأمر الذي تقدمت به جمعية يهودية ادعت بأن موقع المدرسة الإلكتروني يتحدث عن كون اليهود خونا وغدارين مشبها إياهم بالنازيين ماجونتي اعتبر أن لا تساهل في قضايا الكراهية وبأن نتائج التحقيق ستقرر لإجراءات اللاحقة يذكر أن المدرسة المعنية والتي تعلم نهار الأحد فقط أزالت المواد عن موقعها بعد تقديم الشكوى وتقدمت باعتذار علني وبدون أي التحفظات مع الإعلان عن إجراء مراجعة للمنهج التعليمي لديها تتزايد أعداد الطلاب في معاهد وجامعات مقاطعة كيبك الرافضي للاتفاق المبدئي حول رفع الأقصات الجامعية الذي تم التوصل إليه مع القيادات الطلابية ولغاية بعد ظهر أمس بلغ عدد الهيئات الطلابية الرافضة 27 مقابل واحدة موافقة من جهتها دعت زعيمة الحزب الكيبكي والمعارضة في المقاطعة بوليم مرواح حكومة شاريل ليبرالية إلى استئناف الحوار مع الطلاب لكي لا يضيع الفصل الدراسي متهمة الحكومة بخداع وحشر الطلاب لتوقيع اتفاق سيء شاريل رد من جهته بأن الاتفاق جيد ويستأهل الدعم في حين رأى فرانسوالي جوز عيم حزب التحالف من أجل مستقبل كيبك الذي يؤيد رفع الأقصات أن لا فائدة من العودة إلى طاولات المفاوضات خصوصا أن الحكومة تتعامل مع الطلاب بنية سيئة استمرت مؤشرات بورصة تورونتو كمسائر بورصات أمريكا الشمالية بالتراجع عمس الثلاثاء على ضوء المخاوف من تعمق أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو خصوصا بعد نتائج الانتخابات الأخيرة في بعض الدول هناك والتي أوصلت من يعارض لإجراءات التقشفية لاحتواء الأزمة وخسرت بورصة تورونتو حوالي 184 نقطة وكذلك تراجع الدولار الكنادي ليستقر على سعر موازي لنظيره الأمريكي كشفت وثائق جديدة صادرة عن المحكمة التي تحقق في قضية في هوية بيير بوتين الاسم المستعار الذي استخدم للقيام بالاتصالات التضليلية أثناء الانتخابات الفيدرالية الأخيرة كشفت بأن التحقيق وصل إلى طريق مزدود وتمثلت الإيجابية الوحيدة في التأكد من أن شخصا آخر استخدم نفس العنوان الإلكتروني وحساب الدفع من مكتب مرشح لحزب المحافظين تبين أنه نائب مدير الحملة هناك اعتبرت وزيرة الصحة في كندا ليونا أجلوكاك إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى للصحة العقلية حجر الزاوية قائلة بأن لكل فرد دورا يلعبه على هذا الصعيد وأظهر التقرير الذي سرب بالأمس الحاجة إلى حوالي أربع مليارات دولار خلال العقد القادم للبدء في قونة وتنفيذ ما يقارب الماء التوصية وأولوية انتهى الموجز شكرا لحسن المتابعة